رد ورد على الرد ضربات متبادلة بين إيران وإسرائيل وصفت بأنها محدودة عسكريا وإن حملت رسائل سياسية بين البلدين مفادها أننا نجرؤ على التصويب نحو حدودكم متى رغبنا ولكن هل انتهت المواجهات عند هذا الحد؟ اتنين عملوا ردة فعل أنا قدر أصلك وأنا قدر أصلك لا أكثر ولا ألا لأنه ليس مسبوح اليوم إطار الحرب في المنطقة أعتقد أننا بعادة كثيرا عنه لأن العملية ليس عملية بس حرب بين إسرائيلي وإيراني اليوم يدخل علي كل الدول المجاورة بدأت تفوت الأردو بدأت تفوت مصر على الخط تفوت القطر تفوت الدول العربية يعني محسوبيات كثير كبيرة بدأوا يخذوها كلهم بعين الاعتوار إن كان الإسرائيلي ولا الإيراني المواجهة إذن تعود إلى سابق عهدها بين الطرفين تسجيل نقاط خارج ملاعبهما بمعنى آخر هل يكون التصعيد سيد الموقف في لبنان في الفترة المقبلة؟ المعارك اللي موجودة إن كان بداخل غزة ولا بخارج غزة وجنوب لبنان هيدا معارك ما انتهت بعد أنا اللي عبقوله ما في معارك برية هيدا أنا بأكد لك ياه ليفوت الإسرائيلي بمعاركة برية لإنهاء مثل ما هني عم بفكروا وجود حزب الله في منطقة الجنوب هيدا كتير مستبعدة اليوم كمعاركة برية الاشتباك اللي عم بيحصد كل واحد عم بفرجي شو القدرات اللي عنده إياها لوين رايحين بأي اتجاه أنا بعتقد رايحين على تسوية كبرى بمنطقة الشرق الأوسط عم تندرس بهذا الشكل إلا أن التسويات ما توجدت تحصل بين الدول لا الأحزاب فيما لبنان حتى اللحظة من دون رأس يفوض باسمه في وقت تفرد حزب الله بقرار الحرب منذ اندلاعها في غزة نحنا اليوم ما عندك رئيس جمهورية عندك حكومة تصريف أعمال يعني ما عندنا حدا اليوم يقدر يحكي باسم لبنان في حال وجدت هذه التسوية لذلك هلأ الكل بعتقد خاصة القوى السياسية اليوم عم بسرعوا خطوات انتخاب رئيس جمهورية إذا زبطت معه وزيارة رئيس نجيب ميقاتي إلى الرئيس الفرنسي ماكرون وقائد الجيش يعني هناك مؤشر مؤشر مستقبلي أنه تحييد لبنان من هذا الصراع اللي موجود بغزة حرب بالجنوب أكتر من اللي عم بيحصل كمان مش وارد أنه يحصل أكتر من هيك إظهار القوى اليوم أنا بعتقد حزب الله هذا اللي قادر يعمله هلأ هو هو الماكسيمون يعني فرجيهم للإسرائيلية أنه عندهم هذي السواريخ اللي بيحكي عنه وهو قوة ردع يقدر أنه يوصل هذي السواريخ ويقدر أنه بس أنه لأمتين ما فينا نكفي نحن هيك اليوم إذا نحن من وراء هذه التسوية قدرنا نربح ترسيم الحدود البرية ويقال أنه هوكستين ممكن يجي بزيارة لبيروت تيحكي بالترسيم البري وبالقرار 1701 هذه التسوية ممكن تكون في جنوب لبنان لأنه نحن رح نفصل عن غزة هل يكون ما قبل الضربتين الإيرانية والإسرائيلية كما بعدها إذن؟ أم أن التسوية قريبة؟